بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداء نعم المبعوث رحمة مهداء وحقق يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي يا سلام على النور حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ويا سلام على المجلس اللي احنا بنكون فيه بنقرأ حديث رسول الله حقيقة احنا بنقرأش كلام احنا بنقرأ أنوار وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم ولذلك لازم تعرف أن حديثه صلى الله عليه وسلم بيجمعنا وبيجمع قلوبنا وكمان بيجمع كل احتياجاتنا في الواقع اللي احنا فيه وعشان كده احنا اعتدنا أن احنا يبقى عندنا حلقة نتكلم فيها ونكلم فيها حضرت النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا رسول الله عايزينه يشهد واحنا بنتدارس حديثه الشريف وازاي بنحس بأنه هو حديث متسع يستطيع النواة يملح حياتنا بركة ونور زي الحديث اللي هنقرأه النهاردة وهن تدارسه النهاردة مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حديث سيدنا عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول بيقول يا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيحكينا عن طبع من طباقة الإنسان وعادة من عادات الناس ملازمة لأغلب البشر وبيحصل لهم حرص شديد على المال وكمان ممكن يعملوا حاجات شديدة جدا جدا تبعتهم في الحقيقة عن رحمة ربنا ويفتحوا أبواب الإيه؟ أبواب المشقة على نفسه ولذلك احنا لازم نفهم أن مسألة حب المال ده لدرجة أن ربنا سبحانه تعالى وصف ناس وتحبيون المال حبا جما بعض الناس بيحبوا المال حبا جما وكمان في قوله تعالى زوين الناس حبوا الشاوات من النساء والبنين والقرنطير المقنطرة من الزهب والفضة وأنا عايز أقول أن حب المال مش ذنب ولا جريمة ربنا بيقول حب المال والبنون زينة فزينة الحياة الدنيا وإنما المزموم الشره والطمع وإن احنا ندوس على رقاب الناس علشان ناخد المال وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا أن الطمع الزيد ده والحرص الشديد ده الشديد على جمع المال بهدف جمع المال بس هو المزموم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كتيرة قال لا حسد إلا في اثنتين منهما رجل أن أتاه الله سبحانه تعالى مالا فسلطوا على علاكته في الحق في الحق من صلى الله على علاكته في الله ولا في الشهوة ولا في اللزة ولا في المتعة لا في الحق يبقى احنا نعمل إيه اللي هيينفق ماله في مرضات الله سبحانه وتعالى وفي رضا الله سبحانه وتعالى ده خير مال الطيب مع الرجل الطيب يبقى طيب في طيب فالله طيب ولا يقبله إلا طيبة فاللي يعمل الكلام ده هيبقى راجل طيب وربنا سبحانه وتعالى يقبله بغير ذم طب وذا الشخص ده اللي بيحكي عنه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي طبيعة للإنسان أن بعض الناس بيحبوا المال حب شديد ولو ربنا اداهم وديان يطلبوا ثالث وهذه الطبيعة ممكن يتم تهزبها أه طبعا ممكن يتم تهزبها أم الربنا سبحانه وتعالى أخبرنا بقوله تعالى ونفس وما سواه فألهمها فجورها وتقواه قد أفلح من زكاه طب الفجور والتقوى دهت فين الفجور والتقوى دهت موجود الإنسان ممكن يختار التقوى وذلك لما نرجع للتقوى ناكد ايه العمل بالتنزيل وماذا وكذلك الخوف من الجليل والرضى بالقليل آه هنا في التقوى هو يبقى الرضى بالقليل والاستعداد اليوم الرحيل يبقى هنا ممكن الإنسان يزكي نفسه بأنه يرضى بالقليل لكن لما يطلق العنان لنفسه فالنبي بيقول لو ابن أدم عنده وديان عنده وديان من زهب اللي هو مساحة كبيرة جدا 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 وديان يعني مساحة كبيرة جدا بين جبلين مليانين مال هيبقى نفسه ايه؟ نفسه يكون عنده ودي تارت اللي هو بلغاتنا ايه؟ أنا آسف يعني البحر يحب الزيادة أنا بقى يحب بقى في الوقت ده ما أقولش إن البحر بيحب الزيادة الطمع بيحب الوحلة بيحب الزيادة طيب ويا الزيادة دي إمتى هتبقى زنب لما يكون الهدف هو اكتناز الزهب والفضة ويبقى كل اللي أنا عايزه إن أنا أجمع المال من الحل ومن الحرام وأكنزوا وما أنفقوش في مرضات الله ونزاك الله سبحانه وتعالى يقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم بعذاب أليم ونشوف حتى الصياغة صيغة القرآن الصيغة اللي أتى بها القرآن الصيغة كده فيها التفات ايه؟ وبشرهم آه حاجة قلنا حاجة حلو وبشرهم بايه؟ بعذاب أليم ياه ليه؟ عشان هم حولوا المال والذهب والفضة اللي هو المفروض يروحوا بين ربنا حولوا إلى شهوتهم وإلى الآن فحصل لهم الالتفات ده في الآية وبشرهم بعذاب أليم يبقى هم المفروض كان المال دوات الله سبحانه وتعالى أرسله نعمة فهم حولوا النقمة فحصل لهم كده بدل ما يبشروا بالنعيم يبشروا بالعذاب الأليم وكمان يجي التحذير من حضرة النبي صلى الله عليه الله عليه وسلم تحسينه شديد يوضح لنا المعنى ده فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ لا يأتيند على الناس زمان لا يبالي المرء من أين أخذ المان من حلال أو من حرام علشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي بيقول وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ بِنَ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ يعني إيه؟ لما يموت ويدفن في التراب وقتها يشبع مش بس كده مش هيملأ أنا عندي معنى لهذا الحديث شوية بحب أقوله أنه مش هيملأ عين ابن آدم إلا أنه يعرف حقيقته أنه جاي من تراب يعني إمتى عين ابن آدم تتملي لم يعرف أنه حقيقته أنه هو من تراب فيرضى بنعمة ربنا عليه في إيه اللي حاصل؟ فيرضى وعينه تمتلق عينه تمتلق يعني إيه؟ يرضى بمقاسمهود الله سبحانه وتعالى طيب هل ما فيش مخرج من السفة الرزيلة دي؟ آه يا سفة الرزيلة كتير من الناس بيعيشوا فيها وما بيقدروش يخرجوا منها لا طبعا في مخرج وفي مخارج مش مخرج واحد ولكل واحد تعلق بالمال هذا التعلق المرضي اللي حدث النبي بيحكي عليه حدث النبي يقوله المخرج هو هذه مخرج واضح هو ويتوب الله على من تاب يتوب الله على من تاب من إيه؟ من اكتزاء من اللهز ومن الجري على المال لأن ربنا سبحانه وتعالى قال وإني اللي غفر لمن تاب وأمن وعمل صالحا ثم اهتدى والله سبحانه وتعالى يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فالتوبة مخرج واسع للناس التوبة هنا أنك تتجنب فتنة المال ودي حاجة النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيخاف علينا منها في حدث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم يبقى من الحاجات اللي احنا لازم ناخد منها ناخد بنا منها أن احنا نتدرب على إيه؟ على أن احنا نخلي نفسنا من التعرض لفتنة المال أنا أقول لكم شوية إجراءات كده ممكن نمشي فيها عشان نقدر نوصل للي احنا عايزينه ده الإجراءات بتقول إيه؟ أول حاجة عشان أقدر أنا أفتح على قلبي باب الرضا أول حاجة أعملها إيه؟ أول حاجة ببساطة أن أنا أتعامل مع المال تعامل وظيفي أن كل مال عندي له هدف المال نفسه ما يسبحش هو الهدف ودي محتاجة تدريب يعني أنا أبطت مرتب النهاردة لما أمود مرتب النهاردة مش بس يبقى عندي نية أن أنا أتستر به وافتح بيتي به لأن أنا أبطت مرتب النهاردة أنا قاسد بهذا المرتب أن أنا أسعد وأسعد أسعد أهل بيتي وأسعد به وأنا يا رب عارف أن المال مش هو الرقم ده أنا مش عارف أن الرزق بس هو الرقم ده أنا عارف أن الرزق كمان فيه البركة دي فأول إجراء أنا طالبه منك أن أنت تتكلم ربنا لما يبقى يجيلك الفلوس يعني إيه؟ يبقى عندك معاهدة مع الله تعاهد ربنا لأن المسألة دي صعبة صعبة أن أنت تخرج منها من غير تدريب فلما يجيلك الفلوس تقول له اللهم إني أعاهدك على أني أنفق هذا المال في مرضاتك وأن يكون هذا المال بابا من أبواب التقرب إليك يا رب العالمين فإحنا لازم نعمل ده بشكل واضح بأول حاجة أكلم الله عندما يأتيني المال الأمر الثاني أني لما يأتيني المال ويحصل لي مال وفير أعمل إيه؟ لا أتدخر إلا لغاية لا أتدخر إلا لغاية يعني إيه؟ لما أتدخر المال ما أتدخرش المال عشان يبقى عندي مال لا أتدخر المال لماذا؟ أتدخر المال بغاية الستر أتدخر المال بغاية عون الأولاد أتدخر المال بسبب اني انا يكون عندي ما يسترني اذا حدث اي مرض او شيء من هذا القبيل يبقى وضع المال ده البنية يبقى ادخار المال ده بنية طيب الامر التاني اني انا ببساطة خالص عشان ما الهس خلف المال لابد ان انا يكون عندي برنامج لحياتي يعني ايه عشان ما جيش في لحظة من اللحظات تبقى المال ده اهم من اسرتي لانا لازم اكون حظة قانون ان انا على الاقل كل يوم عندي ثلاث ساعات مع اسرتي ما اقبلش اي حاجة تانية ما اقبلش ده الا اذا كنا احنا في حالة احساس احتياج للمال ممكن يهلكنا طب ده هيعمل ايه هيعمل انتظام في حب للمال فيبقى عندي اولادي وبيتي اهم من المال لان في كتير من الاحيين بيبقى اتحول عشان يتحول المال الى غاية يبقى انا بجيب لكم امواله بس كتير من الاباء يقول انا خلاص بقيت حولت الى ايت ام للبيت يعني ما كانت صرافة للبيت انت اللي عملت في نفسك ده لازم تصر على انك انت تكون موجود في اهلك وبيتك وعندك حاجات مهمة في حياتك غير المال عشان المال ما يبتعلعش حياتك كلها لازم يبقى في حياتك قيم تانية غير الفلوس انا عشان بعد كده ما بتحسش ان قيمتك هتكون بالفلوس فبعد كده تلهس غال في المال الحاجة الرابعة اللي انت لازم تعملها وتعملها بجد انه لما يجي المال تنفقه سواء بتاخد المال او بتعطي المال لازم تدعو لو بتدعطي المال لحد بتشتريه او بتبيع تدعيله بالبركة ولما تاخد المال من حد على انه رزق او تاخد المال او تاخد الحاجة من حد تحمد ربنا على النعمته يبقى لما تعطي المال ببساطة خالص ادعي بالبركة للي بتدهوله ولما تاخد المال احمد ربنا على النعمة ده لما يحصل في حياتك يبقى أنت طول الوقت فاهم المسألة فاهم صحيح آخر إجراء لازم تعمله لازم طول الوقت تشارك أهلك وأحبابك في كيف تدريون حياتكم وجزء الاقتصادي بالذات لأن لو ما قدرتوش حياتكم في هذا الجزء الاقتصادي بشكل صحيح إيه اللي حاصل أنت تبقى ماشي وراء المال ومتصور أن أنت بتعمل كل حاجة صح أعد وتكلم مع أولادك عن إدارة حياتكم الاقتصادية عشان ما تلهس خلف المال وتظن أن أنت ده كده بتمشي في حياتك بشكل صحيح واطلب النصيحة من اللي حواليك عشان تقدر تدير حياتك وتعالوا أن ردت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة تانية الحديث اللي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيبين لنا فيه حقيقة من حقيقة ابن آدم لو كان حضرت النبي أقول لو كان لابن آدم وادياني من مال لابتغى ثالثا يبقى حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا لو كان لابن آدم وادياني من مال لابتغى ثالثا هذا حديث سيدنا عبد الله بن عباس الحديث ده لازم نفهمه زي ما قلنا بالإجراءات اللي احنا قلناها عشان نخرج من أسر المال إلى وسع حضرة الرب المتعال المال ليس غاية وليس نكبة ولكنه قد يتحول إلى أزمة وفتنة إذا ابتعد عن ساحة النعمة وساحة النعمة هو أن تعبد بها المنعم وتذكروا حديث رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم ودياني من مال لابتغى وديا ثالثا ولا يملأ جوفى بن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب فاصل ونرجع لحضراتكم عشان نستعرض أسئلتكم المباركة اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بن نامي جولة وعسره ونجيب عليها ولاتن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامي جولة وعسره اللي بنتلقى عليها أسئلتكم وبن نحقصص لها الوقت اللي احنا دلوقتي قاعدين فيه عشان نجاوب على أسئلتكم المباركة اللي بتفتح لنا مجالس العلم عشان نفضل موصولين بمولانا سبحانه وتعالى ويذكرنا في الملأ الأعلى أول سؤال وصلنا سؤال بيقول ما حكم التهرب من الضرائب مع ذكر الأدلة حكم التهرب من الضرائب حرام حرام ليه لأن الله سبحانه وتعالى جعل منظومة في حياتنا اسمها منظومة التكامل الاجتماعي حتى في الزكاة الله سبحانه وتعالى لما جعل الزكاة زي ما حضرت النبي بيقول تأخذ من أغنيائهم وتردع وترد على فقرائهم فأول حاجة أننا لازم نعرفها أنه هو ده اللي فهمه سيدنا عمر فسيدنا الإمام عمر هو أول من اكتهد في أخذ هذه الضرائب ودفعها للمصلحة العامة لأنه كان مقتنع أن فيه واستدل طبعا واستدل بكثير من الآيات التي تدل على أن هناك حق في الأموال غير الزكاة وبالمناسبة سيدنا عمر لما فرض هذه الزكاة إيه اللي حصل لما فرض هذه الزكاة بأبي سيدنا عمر رضي الله عنه ماذا جمع واستشار الصحابة فكانت دي من السنن التي سنها سيدنا عمر التضامن الاجتماعي بقى لازم نعرف أن التضامن الاجتماعي دي فريضة وتعاونوا على البر والتق ولا تعاونوا على الاسم والعدوان ده أمر وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إحنا عندنا ما يسمى بالحاجات العامة وعندنا ما يسمى بالموارد الاقتصادية التي فيها إرادات عامة بتصل إلى الدولة الفرق بينهم بيعمل مشكلة في الميزانية فما إيه اللي هيحصل لو ما فيش ضرائب إيه اللي هيحصل الناس هتموت من الجوع ومش هتقدر الدولة تقوم بأهم حاجة بالتعليم ولا بالصحة ولا بالأشياء اللي الناس ما بيدفعوش فيها أموال وبتكون بشكل مجاني أو شكل مدعوم يبقى إذن الدرائب بتوزن الميزانية وبتخلي ما يسمى يؤخذوا من فقرائهم ويؤخذوا من إغنياهم ويتردوا على فقرائهم بس المصالح دي مش مصالح بتكون للأغنيا بس للكل فعشان كده بتكون الزكاة هكذا ولذلك في حديث عن فاطمة بن قيس قالت سألته النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال إن في المال لحقا سوى الزكاة الحديث ذا في الترمزي وفي سنن كمان أبي داود ثم تلقى الله تعالى في سورة البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرك والمغرب ولكن البر ومن آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه زو القربة واليتامة والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب نقفة وأقام الصلاة وآتى الزكاة طب يبقى إيه اللي حاصل كده يبقى فيه تكرار ليه فيه تكرار الله سبحانه الله يقول وآتى المال على حبه مش كده وبعدين يجي في آخر في خاتم هذه الآية في خاتم هذه الآية وأقام الصلاة وآتى الزكاة يبقى إذن هناك حق آخر غير الزكاة يبقى فيه شيء تاني يدفع غير الزكاة للمصلحة المسلمين وإحنا عندنا قاعدة مهمة جدا أنا عارف أن بعض الناس ممكن يقولوا طب ما إحنا جئا بناخد من بناخد من الناس بناخد من الناس عشان الشأن العام وإحنا عندنا قاعدة فقهية مهمة جدا 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 بتقول إيه إنه يتحمل الضرر الأدنى لدفع الضرر الأعلى ينص على ده الإمام السيوطي في الأشباة والنصار وغيره من الأئمة الذين صنفوا في القواعد الفقهية يعني إيه يعني بيقولوا إن الضرر الأدنى اللي هو يتحمل يتحمل الضرر الخاص اللي هو أخذ المال من الأفراد من أجل ماذا من أجل دفع الدرر العامل اللي هو دفع الدرر العامل اللي هو الدولة إذن وعليه مدامة هذه الدرائب مقدرة بتقدير دقيق يحقق المصلحة فقد وافقت الشر لأن أعمال وي مسؤوديات وليل أمر منطب المصلحة فإذا فعل ذلك من أجل مصلحة العامة فقد حدث المراد والذي هو إقرار المصلحة زي ما كان سيدنا شعبي بيقول إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله فإذا كان هذا العمل يحقق مصلحته فهو جائز ويبقى التهرب من الدرائب بعد ذكر هذه الأدلة يكون حراما لأنه يؤدي إلى درر عام على الدولة بأكمله السؤال التاني بيقول إيه؟ يقول يا دكتور عمر بعد إذنك أنا شاب عمري 25 سنة غير ومتزوج وغير قادر على الزواج وبتريد آسف في الكلمة بالعادة السرية ماذا أفعل؟ وما نصحتكم؟ أنا نصحتي شوية أمور أول حاجة تعرف أن العادة السرية حرام ما تعملاش ما تعملاش ليه؟ لأن أنت راجل فاهم وقادر أن أنت تتعامل مع نفسك أول حاجة عشان نعالج بقى فكرة العادة السرية أول حاجة أنت لازم تمتنع عن مشاهدة أي شيء مثير بالنسبة لك يعني لازم تمتنع لو أنت ما العادة السرية دي أتحصل لو أنك إنت بيحصل لك أن أنت مش عارف تتجوز وأنا محتاج للجواز ومحتاج لهذه الشهوة لا الشهوة دي يمكن أن أنت تعمل إيه؟ أن أنت تهذبها لأن الله سبحانه قال وَنَفْسِنَ وَمَا سَوَهَا فَأْلَهَا مَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وربنا مدح المؤمنين بأنهم والذين هم لفروجهم حافظوا يبقى أنت لازم تحافظ على هذا الأمر ولا تضعه إلا في الحلال وده هاته الآية الأساسية اللي استدل بني الناس على حرمة العادة السرية طيب تعالوا نشوف فقا نعمل إيه؟ أول حاجة لو أنت بتشاهد أي حاجة فيها مادة إباحية بتثير شواء لابد أن تتوقف عن هذا ده أول حاجة لأنها أصلا مشاهدة الحاجات دي في نفسها حرام ثم بيتعقد هذا الحرام ويزداد حرمة لأنها تؤدي بيك إلى هذه البلوة اللي هي العادة السرية الحاجة الثانية الحاجة الثانية المهمة كمان اللي لازم نعملها إن احنا نذهب إلى العبادات التي فيها نوع من أنواع تغيير تصورك عن السعادة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الشخص اللي مش أدر على الجواز إنه هو يصوم فيجي لي واحد يقول لي أنا مش أدر أصوم آه بس حضرت النبي كان بيشاور على ماذا حضرت النبي كان بيشير ويقدم لنا نموزجا للعبادات التي تهز بالنفس فمسلا على سبيل المثال أنت لو شخص مش قادر تصوم نفترض أن أنت مش قادر تصوم مع أنك شاب بتقولي 25 سنة وشكرا أن أنت قلت لي يعني عمرك قدي عشان أقول لك الحل المناسب طيب فأنت العبادة الأساسية اللي أنت تعملها عشان تتخلص من فكرة العدد السرية أن أنت تعرف أن أنت تهزب نفسك بالصوم بس خلينا أقول لك يعني إيه الصوم ليه حضرت النبي قال الصوم حضرت النبي ما قالش الصوم عشان هو بيخنق البناء آدم فيبقى بتكرس في نفسك أن أنت الصوم ده بيخنقك لا 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 لأن الصوم بيخليك تخرج من لزة وشهوة فانية إلى أن تكون مع الله وكأن الصوم بيجدد علاقتك بالله فتستحي من الله ليه بقى بتستحي من الله لأن حضرت النبي قال إلا الصوم فإنه لي فلما أنت تكون صائم وتصوم تحس أن أنت دخلت حضرة مولاك وبقيت مع الله فتستحي أن أنت تعمل شيء يغض بالله سبحانه وتعالى يبقى أول حاجة الامتناع عن مشاهدة أي شيء مثير الحاجة التانية أن أنت تبحث عن العبادة التي تكون فيها موصول مع الله سبحانه وتعالى ثالث حاجة أن أنت تصوم رابع حاجة أن أنت تغير نمط حياتك دايما الناس اللي بيحصل لهم مسألة العادة السريعة دي بيبقى نمط حياتهم محتاج يتغير محتاج يتغير بينامك حياتك وتدخل أشياء جديدة تدخل عليك السرور فلما تنام وإنت مرتاح وإنت سعيد بأن أنت حققت شيء ينفعك وينفع حياتك ويدخل عليك السعادة مش محتاج أن أنت تعود ده بشيء بيذهب في لحظة ولا يعود عليك إلا بوجع القلب ويعود عليك بالبعد عن الله سبحانه وتعالى اعمل كده وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيفتح عليك ويعينك لأن الله سبحانه وتعالى صاحب المدد يا سادة تذكروا أن نحن النهاردة تكلمنا عن حديث من الأروع الحديث اللي احنا ممكن نهذب بها حياتنا حديث حضرت النبي صلى الله عليه وسلم فيه يكلمنا على طبع بيحصل في كتير من بشر إنهم لو كان عندهم وديان من مال لطلبوا أن يكون لهم ودي ثالث ولا يملأوا عين أدم إلا التراب املوا قلوبكم بمعرفتكم بحقيقتكم إن الله سبحانه وتعالى احنا كنا في عالم الزر ثم انتقلنا وكنا ترابا ثم أنعم الله علينا بكل هذه النعم فنحن لا نحتاج إلى جشع ولكن نحتاج إلى أن نملأ قلوبنا بالنظر إلى من إذا نظر إلى قلوبنا امتلأ بالشبعة نظرة منك يا مولانا تجعلنا ننتقل من ترابيتنا إلى نورك يا رب العالمين املأ قلوبكم بالرضى الذي يفتح لكم أبواب رحمة الله ومدد الله ويخرجكم من أسر النفس واستعبادها التي تجعلكم تعيشون تلهسون خلف أوراق وخلف ألوان ولكن الله سبحانه وتعالى يريدكم أن تحيوا في حضرة المنان الرحمن الذي إذا أتخل دخل عليه العبد من باب الفقر أملأ حياته بالعطاء والمدد والامتنان يا حنان أكرمنا في كل زمان ومكان برحمتك يا رحمن اشتركوا في القناة